لن تتحققه حرية ولن يعم عدل وينتشر في ظل استفحال الفساد وعديدة هي الآيات المتعلقة به وبالمفسدين والفساد هو نقيض الصلاح وعقص الاستقامة ومن البفرقات أن المفسدين يقدمون دائما أنفسهم على أنهم مصلحون كما جاء ذلك في قوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمنوا كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطمهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في تغيانهم يعمهون وهؤلاء الذين نشروا الفساد ولا يستطيعونه إلا العيش في مستنقعاته هم الذين يبتغون الفتنة والتفرقة مواصلين في غيهم معتقدين أنهم قادرون على قلب الأمور أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين